ورد إلينا هذا السؤال كيف أهذب نفسي وأحفظها من الفتنة في هذا العصر أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد الفتن عمة المشارق والمغارب والناس يتعرضون لها في كل مكان لكن التقي من نقى نفسه عن هذه الفتن وعن الوقوع فيها قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني واحد زي الشاب اللي بيسأل لذا سأل سيدنا النبي يا رسول الله من نجاه قال صلى الله عليه وسلم أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أمسك لسانك إلا عن تذكره وبيتك ألزم وجد بالدمع مثل دمي وربنا يقول لنا في القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أدم ذكر الله على كل حال ليه لإن ذكر ربنا سبحانه وتعالى سبيل الفتوح لأن ذكر الله جل وعلا يقيك من الوقوع في الزلل لأن ذكر الله جل وعلا يحفظك بحفظ الله عليك بأذكار الصباح والمساء عليك بصلاة الجماعة عليك بالمحافظة على صلاة الفجر عليك بصحبة الصالحين صحبة الأولياء ولاية وصحبة الصالحين صلاح وصحبة المفلحين فلاح وصحبة الناجحين نجاح وصحبة المهتدين هداية وصحبة أهل التقوى تورثك التقوى صاحبنا الصالحين لا تصاحب إلا من ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله اللي تصاحبه ده يأخذ بتلابيب قلبك إلى الله تعالى نصلي تعالى نجلس جلسة نقرأ قرآن تعالى نذكر الله تعالى نتدارس في أمور القرآن والسنة تعالى نجبر بخاطر حد فقير نساعد واحدة أرملة نساعد أبنات أيتام نساعد طلبة علم لا يستطيعون دفع مصروفات الدراسة كل ده في ميزان الحسنات الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك